موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كثير من الناس ينفرون من النقد ولا يحبون ممارسة وينظرون نظرة غير سوية للنقاد وما هذا إلا لأنهم يفهمون النقد فهما خاطئا التفكير النقدي هو ذلك الجهد العقلي والذهني الذي نبذله من أجل أن نكشف على ما في الأشياء وما في المنتجات والأشخاص والمواقف والأعمال من إيجابيات وسلبيات نكشف ما فيها من خير وما فيها من شر ما فيها من قبح وما فيها من جمال ما فيها من حق وما فيها من باطل ما فيها مما هو قديم متآكل وما هو جديد وظيفة النقد هي تقويم الأشياء وليس إبراز المعائب والسلبيات كما يتوهم بعض الناس فالناقد الأدبي لقصيدة من القصائد لا يتحدث عن النقص الذي فيها أو عن نقاط الضعف أو الصور البيانية الشائعة فقط أيضا يتحدث عن نقاط القوة ويتحدث عن الأبيات الجميلة والصور الرائعة التي يسوقها الشاعر لا بد لنا في الحقيقة من أن نستمر في النقد ومن أن نمتلك الوعي النقدي وأنا أقول دائما إن الذي يرتقي بالعالم إلى درجة مفكر هو أن المفكر يمتلك رؤية نقدية للمجتمع هو لكونه يحفر في الأعماق ويدرك الترابطات ويدرك الجذور والمآلات ويشتهد في كل ذلك فإنه يمتلك رؤية نقدية لمجتمعه للمخاطر والأخطاء والمشكلات التي فيه ولنقاط القوة والميزات والمحاسن التي يمتلكها ويفكر في توظيف كل نقاط القوة التي يمتلكها المجتمع أما العالم فكما ذكرنا في حلقة من الحلقات هو رجل متبحر في تخصص من التخصصات لكنه لا يملك رؤية شاملة لأوضاع وأحوال مجتمعي القرآن الكريم في الحقيقة هو الذي أسس لأمة الإسلام قضية النقد والتفكير النقدي فقد حدثنا عن الأمم السابقة وذكر ما فيها من خير ومن شر وكان يساير تكون المجتمع الإسلامي ولم يكن في المجتمع الإسلامي في نظر القرآن الكريم أحد فوق المساءلة وفوق النقد وهناك مواضع عدة عاتب فيها الله جل جلاله عاتب فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما بدر منه من اجتهادات كما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وقال ما كان لنا نبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض عاتبه في مواضع عديدة وهذه رسالة قرآنية لنا بأنه لا يجوز في المجتمع الإسلامي أن يكون هناك أحد فوق النقد بمجرد أن يكون هناك شخص فوق النقد وفوق المساءلة يتحول إلى قبة يجتمع تحتها الفاسدون والمفسدون تحسين الوعي النقد يقوم على الدراسات العميقة ويقوم على التخصص والمتابعة والمقارنة والمقارنة أساسية في امتلاك الوعي النقدي لأن كثيرا من أوضاعنا وأحوالنا لا نستطيع الإحاطة بها ولا نستطيع النفاذ إلى أعماقها إلا من خلال مقارنتها بما لدى الآخرين أو بما كان لدينا في التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته